لا تشكل صعدة معقل للحركة الإمامية فحسب بل أيضا مخزونا استراتيجيا للأسلحة الفتاكة التي استولت عليها الميليشيا من مخازن الجيش عقب إسقاط الجمهورية أو هربتها من إيران في وقت سابق ومع إطلاق الميليشيا الحوثية للصاروخ رقم 199 باتجاه السعودية انطلاقا من صعدة تثور تساؤلات عن المخازن العسكرية المخبأ لدى الجماعة في جبال المحافظة وكهوفها وعدم قدرة طيران سعودي القوي على تنفيذ ضربات وقائية قبل إطلاق الصواريخ ورغم نجاح الجيش السعودي في إسقاط كامل الصواريخ الباليسية قبل وصولها إلى أهدافها بالصعودية فإن عدد الضحايا نتيجة شضايا تجاوز 112 قتيلا من المدنيين ومئات الجرحة وتضرر عدد من المنشآت المدنية السعودية خاصة تلك الواقع في جيزان ونجران والمناطق الحدودية ومقابل التصاعد المستمر لأعداد الصواريخ الباليسية فإن عدد المقذوفات العسكرية نتيجة الاشتباكات المدنية في الحدود حافظت على مستواها عند أقل من 70 ألف مقذوف خلال العام الجاري نتيجة للتقدم البري للجيش اليمني في عدة الجبهات الحدودية مثل الكتاب وباقم والظاهر ما يعني أن الصواريخ الباليسية لن تتوقف سوى بسيطرة الجيش على كامل أراضي محافظة صعده لكن مراقبين عسكريين يشترطون لسيطرة على صعده أسلحة ومعدات حديثة وتدخل جوي وبري فاعل من القوات العربية للمساعدة في تجاوز حقول الألغام واعتلاء الجبال وتجاوز الأنفاق والكهوف ودعم الجبهات التي تقودها ألوية السلفيين والعروبة في جبهات صعدة المختلفة خصوصا كتاف وباقم والظاهر اشتركوا في القناة